قبل ما أطلع لفاصل علشان معنا مدخلات وأخبار تانية أحب أقولكم بس على قصة النهاردة بتاعة الأندية المشاركة في أفريقيا قلت لكم من فترة كان إيه السبب اللي احتكم إليه الاتحاد المصري لكرة القدم في إرسال أسماء الأندية بناء على نتائج الدور الأول الدور الأول كان جدول المسابقة وتم شكله أو اتبقى كامل بعد متش الأهلي مع الجونة اللي خلص تعادل شكل الجدول واتحاد الكرة النهاردة بيبعثوا حتى عشان يفكر بيه الناس كان فيه أن الأهلي بييجي في المركز الثاني بعد الزمالك وأنه وراهم في المركز الثالث بيراميز وراهم في المركز الرابع فيوتشر قالوا أنه ده بسبب أنه الأقرب للعدالة أن يكون كل الفرق لعبت بعضها ولو مرة وبالتالي ما فيش مجال لأن يكون فيه شكل غير عادل للفرق ده شكل الجدول في الدور الأول ودي حتى نسخة من داخل اتحاد الكرة المصري نفسه الزمالك الأول بـ 41 نقطة والأهلي 40 وبراميز في المركز الثالث ستة وتلاتين وتسعة وعشرين فيوتشر ويسموحها 27 وبالتالي ما كانش طبعا في أن دي اعترضت وقتها زي سموحها مثلا بأنها قالت طب منا يعني ده برضو كان واضح أن فيوتشر هيبقى متشاة الدور الأول بالنسبة له خدفش معنا ما دخل لنا رابع ما يمكن يبقى عندي فرصة حتى نهاية الدوري عنده سموحا أن يبقى مكان فيوتشر المصري ساعات اعترض قالك ما يمكن الدوري ما يكتملش فبالتالي نلجأ إلى إرسال أسماء الأندية بتاعة الموسم اللي فات ده جزء من الحاجات اللي بيتم اللجوء إليها من جانب الكاف المعترض الآن هو بيراميز ليه؟ لأنه حاليا هو بيسبق الأهلي بفارق سبع نقاط بفارق خمس نقاط وللأهلي مؤجلتان إذا كسب الأهلي المتشاة يبقوا أهلي وفد تاني لكن بيراميز شايف أنه عنده حظوظ عنده حظوظ أنه يبقى في مركز تاني بل ممكن ياخد الدوري بأول فليه تحرمني من احتمالية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم فلو سمحتوا بعد الأيام اللي فاتت للاتحاد المصري أجلوا إرسال أسماء الأندية لحد ما الدوري ده يخلص أو ما تستنى لغاية ماتشات آخر ماتشات قبل يوم 31 سبعة حيث إرسال أسماء الأندية المشاركة الديدلاين بتاع الكاف بحيث أن ساعتها هيكون الأهلي لعب ماتشين من التلاتة اللي نقصين له هيبقى الفرق ماتش واحد لبيراميز فحسيبها ساعتها أو اعمل تبقى لللايحة بتاعة ربطة الأندية اللي بتقول أنه بنلجأ إلى آخر عدد أسابيع مكتملة يعني لو الجولة 21 بتاعة الأهلي والمقاولين أو خليها في الواقع الأهلي والإسماعيلي الجولة 18 لسه تتلعب في نص أغسطس دي مش مكتملة إلغي الجولة 18 كلها وشوف مين الأول ومين التاني وبعتهم دور الأبطال اتحاد الكرة رد على القصة دي بأنه قال لا ده الأعدل وأنا نفذت توصية من رابطة الأندية لكن هو قراري أنا كاتحاد كرة وبعت للاتحاد الأفريقي لكرة القدم غير المعترض واللي ما قال ليش لا إن من حق اتحاد الأفريقي إنه يعترض لو لا أن الموضوع مش ماشي بشكل عادل هل هتخلص على كده؟ ما أعتقدش أعتقد أنها لسه هيكون فيه أصوات جديدة من الاعتراض من جانب بيرامدز بعد رد اتحاد الكرة ليه؟ بيرامدز عنده الإسماعيلي وعنده البنك الأهلي لو كسبهم هيكون خلص يوليو وكسبان فما زال على المركز الثاني بل وما زال مطارداً للقمة فهيفضل يتكلم ولو الأهلي كمان ناحية التانية تعثر أو فضل كسبان لكن ساعتها بيرامدز أعلى منه هتلاقي الصوت بقى أعلى بيرامدز لم يعلق رسمياً حتى الآن ما تلعش تكلم في الإعلام لكن بعد خطاب بيستفسر من اتحاد الكرة المصري تعني أستعرض أهم النقاط في القصة دي بتمشي إزاي؟ قبل ما نطلع الفاصل النقاط الأولى في هذه القصة هي على مستوى بند إلغاء المسابقة في الدوري المصري الممتاز في حالة إلغاء المسابقة أو عدم اجتمالها للقسم الأول إذا كانت نتائج المباريات المتبقية لا تؤثر على صاحب المركز الأول أو الفرق الهابطة يتم اعتماد نتيجة المسابقة تبقى لذلك سواء في احتساب البطل أو الهابطين تمام اللي جاية في حال كان قرار إلغاء أو عدم استكمال الموسم بعد نهاية الدور الأول ده موقفنا الحالي يتم احتساب الترتيب النهائي وفقا لآخر ترتيب بعد إيقاف المسابقة في حالة تساوي جميع الفرق في عدد المباريات الملعوبة طب لو ما كانوش لسه لعبين نفس عدد المباريات هنلاقي في حالة عدم التساوي في عدد المباريات الملعوبة يتم احتساب الترتيب النهائي وفقا لآخر أسبوع تساوت في جميع الفرق في عدد المباريات ويتم تتويج البطل وتحديد الفرق الهابطة إلى دور القسم الثاني والفرق المشاركة في البطولة الإفريقية وكافة الآثار الأخرى سواء كانت مالية أو إدارية أو غيرها بناءً على دوماً عن الشك لن يتم احتساب الأسبوع المنقوص في حال لم يتم إقامة المباراة أو المباراة المؤجلة في الترتيب النهائي زي دي قلت لكم عليها أن لو مثلاً الأهلي والإسماعيل ما كانش لعبه فنلغي متشات الجولة 18 واللي كسبان يتشهب منه 3 نقاط واللي خسران يعتبر مخسرش حاجة فكل واحد ولي حساباته لكن اتحاد الكرة بيقول أنه خلاص بعد ماذا عن الأهلي والزمالك؟ في تفاصيل كتير أو يتخص الفريقين واستعداداتهما لقمة الكرة المصرية في نهاية كأس مصر لكن بعض الفاصل في الماتش خليكم معنا